أكد سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية خلال ترأسه الاجتماع الأول للجنة الوطنية للطفولة في تشكيلتها الجديدة أكد حرص الحكومة على النهوض والارتقاء بأوجه الرعاية الشاملة المقدمة للأطفال وزير التنمية الاجتماعية أكد أيضا على مضي الوزارة قدما لتحقيق المزيد من المكتسبات والمنجزات الوطنية لضمان حقوق الطفل وتهيئة البيئة الملائمة والآمنة لهم مثبنا في هذا السياق قرر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الوطنية للطفولة وبعضوية نخبة من الجهات ذات المسئولية المجتمعية مشددا على أهمية تضافر الجهود الوطنية لإثراء عمل ومهام اللجنة على نحو يساهم في تحقيق الأهداف التنموية التي أنشئت لأجلها منوها بجهود اللجنة خلال الأعوام الماضية وما أكدته من اهتمام مملكة البحرين بشكل مستمر للارتقاء بأوضاع الطفولة في مختلف المستويات في مناخ إيجابي من خلال تضافر جهود كافة الجهات المعنية هذا واستعرض الاجتماع تحديد أولويات واختصاصات أعضاء اللجنة إلى جانب مستجدات قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة بالإضافة إلى عدد من المواضيع على جدول الأعمال ترجمة نانسي قنقر